ندخل بقى على خبرين يمكن معانا عن فريقنا النادي الأقل النهاردة بقيادة موسماني اللي الحقيقة بيستعد لمواجهة مصر المقصة أفتكر أن هي هيكون مواجهة قوية جدا يوم الحد إن شاء الله اللي جاي في انطلاق مشواره ببطولة الدوري الممتاز طبعا كلنا ثقة في أن اللعيبة هتحافظ على اللقب للمرة 43 بإذنك يا رب يمكن الجهاز الفني النهاردة كان بيعقد جلسة تحفيزية مهمة جدا للعيبة كان بيطالبهم بضرورة القتال ضرورة التتويق ببطولة الدوري في نسخته اللي جاية وإنه جماهير الأهلي طول عمرها مش بتقبل بغير البطولات كمان النهاردة موسماني طالب اللعيبة بضرورة أن هم يركزوا في مباراة مصر المقصة وأن هم يحققوا الفوز مع الرغم من قوة طبعا الفريق الفيومي يتكلم يمكن عن أهمية تخطي يعني يمكن البداية آه يعني آه البدايات دايما هي أكيد بتبقى الأصعب لكن الفوز مع أول مباراة في الدوري أكيد ده بيدي ثقة أكبر لمواصلة الانتصارات من البداية كمان النهاردة كابتن موسماني بيتكلم مع اللعيبة أنه الموسم ده هيكون مختلف عن الموسم اللي جاي وأكد أنه هيكون في منتهى الشراسة علشان كده لازم اللعيبة يكون يعني عبارة عن مجموعة من المقاتلين ده متعودين على اللعيباتنا إن شاء الله النهارة قاتل في الملعب وزي ما احنا شايفين خلاص الجدية في التدريب الفريق النادي الأهل إن شاء الله يعني دي عندهم تدريبة اعتبر التدريبة الأساسية بكرة إن شاء الله الجمعة للقاء مصر المقصة يوم الحد والاستعدادات على أعلى مستوى خلاص يمكن الأيام اللي فاتت كان في بعض يعني خلال التدريب بعض الجمل الخططية التكتيكية الموسماني اللي هعتمد عليها إن شاء الله النادي الأهل في فترة الجاية موسماني كمان بيفكر في أفضل تشكيل يعني خلينا نتكلم أن أكيد مباراة صعبة أمام مصر المقصة لكن اعتقاد الشخصي خلاص الحاجة الصعبة الصعب الحلو زي ما بيقوله للمدير الفني أنه عنده قاعدة واسعة جدا من اللاعبين المميزين جدا أكيد بعد انضمام الخماسي المعار بعد طبعا الصفقات بالنسبة للطاهر وبالنسبة البانون وبالنسبة البيكام مع عودة كمان وليد سليمان وعودة أليد يونج وعودة بعض اللعبة يعني اللي كان عندها إصابات زي رامي ربيعة أعتقد السكواد كبير جدا وزي ما شايفين فيه جدية موسماني بيتابع كله صغيرة وكبيرة فإن شاء الله بإذن الله يعني ده تكون بداية قوية أمام مصر المقصة وزي ما قلنا إن موسماني كمان يعني كان بيأكد ويشدد إن خلاص صفحة يعني الانتصارات آه تقفلت ولكن إن شاء الله بإذن الله تكون مستمرة وعنده سكواد كبير جدا عنده مجموعة من لعيبة وبيبدأ موسم جديد آه إن شاء الله يوفق فيه بإذن الله لأنه عنده في كل المركز أكيد أكتر من اللعب مميز جدا يتوقف على تفكير موسماني في خطة اللعب يتوقف على العناصر اللي هيعتمد عليها إن شاء الله في أول مبرامة على المقصة إن شاء الله أنت عندك معارين أبعاد ومرة تانية للنادي الآلي وعندك صفقات وعندك رحمة عن هوية كابتل طبعا مرتفعة بتحقيق أكل الثلاثية طبعا مشوار كبير جدا بس أفتكر إنه اللي جاي يعني الأطول يعني في تاريخ النادي الآلي أكيد يمكن لعيبة الآلي النهاردة هيكونوا عند حصن ظننا كالعادة وأكيد كمان كلنا ثقة في إنه اللعيبة يعني يحافظوا على اللقب ده مهم جدا وده بيحطوهم في مسؤولية أكبر بس هم أدها وقودوا متعودين على الكلام ومقصوط أريد أن وليد شارك بيشارك التمرين بكل حماسة ألف السلام عليك طبعا نعودت وليد سليمان وألي ديانج أعتقد عودة إن شاء الله تكون عودة قوية جدا